عزيز المشاهد مساء الخير حياك الله أهلا وسهلا بك وحلقة جديدة من برنامجك ضيف على الهوى عزيز المشاهد قبل أن ندخل الستوديو اتصلت فيني مواطنة كويتية عجبني إصرار وتمسك وحض هذه المواطنة الكويتية لأرض الكويت وحب الكويت وتراب الكويت نقلت لنا العديد من الملاحظات طبعا إن شاء الله من خلال برنامجنا سننقلها إلى ضيفنا الليلة على الهوى عزيز المشاهد كلنا نحب الكويت نحشق تراب الوطن نعمل من أجل الوطن من صالح الوطن ولصالح تقدم هذا الوطن الحبيب المعطاء الكويت ما بخلط علينا بشيء فخلونا نرد الجميل للوطن ولو بقدر يسير لكويت عزيزة وغالية لكويت في عيوننا كويتنا نبيها نظيفة كويتنا نبيها حلوة وعلشان نظافة وحلاوة الوطن ضيفنا الليلة على الهوى المسؤول الأول عن النظافات وعن الجمال وعن التجميل في هذا الوطن الحبيب الدكتور إبراهيم ماجد الشاهين وزير الدولة للشؤون البلدية ضيفنا على الهوى الليلة والحقيقة نود أن نعطي للأخ الدكتور إبراهيم حقه صراحة تجاوبة معنا كان جدا طيب كلمنا قبل شهر قال أحبا نصبر شوي لما أمور البلدية تستقر والديرة تصير أكثر حلاوة وأكثر نظافة واليوم أوفى بعده وهو ضيفنا على الهوى دكتور إبراهيم حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا على الهوى وعلى أساد المشاهدين الكرام شكرا لك أحمد ولو أني بعدي ترى مو مستعد لا إن شاء الله راح تكون مستعدة ونتمنى إن شاء الله أن صدرك يكون راحب معنا لتلقي أسئلة أخواننا المشاهدين دكتور أنا بنعرف ما آخر أخبار بلدية الكويت بعد الغزو الغاشم اللي تعرضت لدولتنا الحبيبة بلدية الكويت طبعا مثل مستعدة الدولة الثانية ومثل المتلكات الشخصية تعرضت للغزو الهمجي الوحشي تعرضت للسلب والنهب والتخريب مثل أي مؤسسة أخرى سرقت الأجهزة الكعربائية الكمبيوتر التلفونات الأهداث سرقت أجهزة أو سيارات ومعدات البلدية الثمينة لنظافة اللي كان يعني يعتمد عليها أشياء كثيرة خربت حتى مراكز البلدية خربت كنت مرأة لبعض الأخوان سرقت منها المكيفات والكراسي واللي ما قدروا يبقونه كسروا وخربوا حسب يعني الأمثلة اللي أصبحت الآن سمت الاحتلال العراقي القاشم على الكويت فالبلدية تضررت مثل ما تضررت وزرات ومؤسسات الدولة الأخرى أيضا تضررت الشركات اللي تعتمد عليها البلدية في النظافة يعني مع الأسف خلال السنوات الماضية الكويت كونت شركات ممتازة ذات مقدرة وذات خبرة وذات آليات ومعدات واستعدادات طيبة للنظافة وكلها شركات كويتية مع الأسف من كل الشركات الكويتية هذه كان يمكن في 20 و23 شركة اللي مؤهلة للقيام بعمل تنظيف في البلاد ما في إلا شركة واحدة الآن بس شقالة اللي صفت على بعض المعدات وللباقي نهبت معداتهم وخربت أمكانياتهم والآن نأمل أنهم يستطيعون أن نعيدوا تكوين أنفسهم كشركات حتى يقومون في دورهم في المساعدة فهذه أيضا من الأثار اللي تحملتها البلدية فالبلدية يعني كجانب أحد جوانب اللي أنا مسؤول عنها من ضمن مسؤولياتي تعرضت للكثير ولكن هذا شيء نخلي ورانا ونحن ننظر إلى الأمام والحمد لله بهمة الشباب في البلدية وبالثقة اللي أعطيتهم إياها الحكومة استمر العمل وبدأنا كلنا كمواطين نرى ثمار هذه الجهود الجزء الآخر اللي لازم تكلم عنه أيضا بنفس المستوى هو الإطفاء العام الإدارة العامة الإطفاء هذا الجهاز تعرض لضغط شديد لأن كان هذا الجهاز في الواجهة وكان يعمل خلال فترة الاحتلال البغيض وكان رجال الإطفاء بكرجولة شباب الكويت يقومون بواجباتهم أمام هذا الاحتلال تعرضوا للتعذيب تعرضوا للقتل تعرضوا للأنواع الأخرى من المضايقات وطبعا تعرضت مراكزهم للنهب كان في بلكويت 32 مركز قبل الغزو قبل الاحتلال صفوا في النهاية على 12 مركز اللي ممكن تشغيلهم كان فيه يمكن 400 وكذا عالية من الآليات المتطورة المتطورة فعلا كونا أنفسهم والإدارة العامة الإطفاء كان ينظر لها في كل منطقة بأنها جهاز متطور وعند أمكانيات وكلها بكاملة من الكويتيين المتدربين اللي يقومون بهذا العمل صفوا على يمكن أميو شوية من ما تبقى من المعدات اللي موجودة في القراج واللي معوهم مبيوقة تائراتهم مبيوقة منهم يعني من التفى بالعربي بالفعل باللهجة المحلية حسب ما شفنا يعني جمع هذا اللي يساوبون في السيارات فستعوا يركبون من سيارة لسيارة ويعني بس يمشون حالهم إلى أن يحصلوا على بعض المعدات الليديدة اللي وصلتهم الحين وإن شاء الله المعدات القادمة الملفت للانتباه دكتور أنه خلال فترة الغزو وطبعا إحنا كنا هنا وإنت حضرتك كنت هنا لمن يا أبو لنا النشامة اللي عندهم اللي ينظفون الشوارع فكانت معداتهم جدا حقيرة وحتى المخمة يا دوبك تمسح نص متر وتنكسر بيد العام اللي كنا نشوفها بس الملفت للانتباه أن السيارات الفخمة اللي خذوها تصور هذه ما يعرفون استخدمها وبالتالي يتصور شلون فيها بطيخ من منطقة لمنطقة هاي شغلته وهذا يعني كل الأجهزة اللي باقوها وهي سرقة يعني الوصوصية يعني كل الأجهزة اللي باقوها بالضبط أنا ما أعتقد أن كثير من الأجهزة ما عندهم مقدرة على استخدامها يعني الكمبيوترات المتطورة ما أعتقد يعني في العقول الموجودة اللي تستطيع أن تستخدم هذه الأجهزة بكفاءة أو تتقوم بسيانتها أتصور شلون فيها شولانا وجايش والله يعني إحنا إن شاء الله ترجع لنا معداتنا إن شاء الله وعلي حال يعني أهل الكويت حتى في وقت الاحتلال ما قصروا الشباب صغار وكبار قاموا بعملية النظافة لإثبات أن النظافة شيء موجود متربين عليه غير الأماكن اللي تركوها العراقيين لما مشوا نشوف وصختها والمكان يعيشين فيه يعني نعم وصخت فما بالك بشوارعهم وفي يعني وساحاتهم وبيوتهم لكن الكويتين تحت الاحتلال وتحت الضغط أبناءهم وشبابهم قاموا بعمل النظافة بياديهم بأكياس من أي شيء موجود نعم بسياراتهم الخاصة راحوا ويممعوا القمامة في أماكن وتصرفوا فيها أخذوا جرافات وحفروا وحفروا ودفنوا يعني تصرفوا لتوفير النظافة كشيء مو مفروض عليهم لكن شيء متربين عليه فالحمد الله أن هذه السمع الحضارية موجودة وتبلورت وثبتت في الكويتيين وفي المجتمع الكويتي حتى في أحلك الظروف نعم دكتور تطرقت إلى الإطفاء ودور أخواننا الشباب الكويتي في خلال فترة الغزو وتطرقت أيضا إلى دور الكويتيين في عملية النظافة الحقيقة لأتلأج الصدر قبل فترة على الخط السريع وجدت الشباب الكويتي كويتيين عيالي الثانوية 15 16 17 17 حطين الكمامات وهم بأنفسهم يقومون بتنظيف الشوارع العامة فالحقيقة هذا فعلا شيء نفتخر فيه شبابنا اللي يشتغلون في جميع المرافق من عمليات تنظيف وعمليات صباح فعلا شيء هذا مدعال الفخر نتمنى إن شاء الله أن العملية لا تقف عن هذا الحد وتستمر إن شاء الله على مدر الأيام لأن كويتنا بحاجة للسواعد الحلوة دكتور ابراهيم البلدية متهمة في عملية النظافة إنها على ناس وناس يعني المناطق الداخلية تجدها جميلة وريحتها حلوة والعمال يشتغلون 24 ساعة يعني بين عامل وعامل تتحصل لك عامل ينظف علما أن المناطق الخارجية حتى هذه اللحظة وحتى يمكن حتى عشر و11 دقيقة حتى هذه اللحظة القمامة متكدسة والليل الآن في بعض المناطق يقومون بحرق القمامة فليش تنظرون إلى بعض المناطق بعين ولمناطق أخرى بعين أخرى ما السري يا ترى أول شيء طبعا ما في مناطق داخلية مناطق خارجية بالنسبة لنا الكويت وحدة نحن اللي شفناها يعني نفول نقل لك لهذه الصورة اللي حاولت تقدمها نعم بس مو نحن بنسبة للكويت وحدة فيها خمس محافظات نعم الخطة اللي اشتغلنا عليها أن كل محافظة تكون فيها شركة تنظيف ومثل ما قلت اضطرنا في البداية أن نلجأ إلى شركات من خارج الكويت نعم من عدة جنسيات ولم وجدنا أنه ضغط كبير رحنا ضعفنا العدد نعم الشركة اللي عندها محافظة أعطيناها نص محافظة ودخلنا عليها شركة ثانية نعم والشركة اللي يتبت مقدرتها ضغفنا لها مساحة أكبر هنا عادي الفرق بين شركة وشركة شركة تبرز في إدارتها وفي إمكانياتها لأننا نحن قاعد نتعلم مع شركات أول مرة يعني نعرف يعني بشركات مبرح ولا عندنا طريقة لتقييمهم إلا من خلال خبراتهم السابقة كون أن الشركة ناجحة في مكان عملها أو في بلدها قد تنجح في بلد آخر وقد ما تنجح بسبب الإدارة أو النقلة أو المعدات والآخرين الأمور يعني كلها قد يكون لها مبرات طبعاً طبعاً العقود فيها بنود للضغط على الشركات لمعاقبتها ولفسق العقد في حالة أنهم لا يقومون بواجبهم حسب الشروط الموجودة وهذه الجراثقة نسويها نعطي انذارات وبعد انذارات تتيه مسألة سحب العمل وتكليف شركات أخرى سحبت العمل من بعض الشركات الآن في انذارات لبعض الشركات لازم نعطي ثالث انذارات أعطينا انذارين انذار الأخير هو سحب العمل وقعدين أهل شركات تتي بديلة جهزنا لأن مشكلة النظافة عملية أيدي عاملة وعملة معدات ومعدات ما نتكلم على نساف ولا جرافة هذه موجودة بسوء الهرسات والكباسات والكناسة هذه أشياء ممتوفرة ولا حتى متوفرة في معارض الواحد ممكن يشتريهم هذه لازم عليها توصيل المصانع حتى تقدر تحصل عليها أيضاً لأيدي العاملة لازم تيبلك أعداد كبيرة ما يعني مقعدين معلك 50 عامل ولا ميت عامل لازم تيبلك مجموعة شبيرة فهذه الجزئين هذول الأيدي العاملة والمعدات الخاصة هذه اللي تحتاج إلى وقت حتى نعطي الشركات وقت يعني حتى يقدروا يوفون متضر أضعاتنا يعني مثلاً حتى لو بني بشركة من بره يديدة أو شركة كويتية بنحاول نقنعهم أنهم يردون مرة ثانية بالسوق لازم نعطيهم فرصة على الأقل شهر لم يقدرون يشوفون وين متوفر من هالمعدات هذه وين متوفر من أيدي عاملة حتى ممكن نجلبهم فإحنا شقلين على هذا الشيء الآن لكن إحنا قاعدين نرصد المناطق اللي فيها يمكن تراكم أكثر من القمامة قاعدين نعطي تليفونات أرقام وعلناها بالتليزيون عدة مرات من حق التليفونات؟ تليفونات للبلدية حق المواطنين؟ حق المواطنين يتصلون أول باول ويقولون وين تراكم القمامة الموجودة وين المشاكل عندهم الأرقام نأخذها ونقوم بمتابعة الشركة اللي مسؤولة عن هذا القطاع اللي يتكلمون عنه بس أيضاً حتى نكون يعني أنا ما أبعد التقصير في محافظات أو عند عقود معينة والقيام بالواجب عند عقود أخرى لكن أيضاً حتى نعطي الصورة كاملة لو بس أذكر رقم واحد اللي هو أنه كمية القمامة اللي لازم تزال كمية رهيبة يمكن ما يدخلها الواحد مع أنه العدد قل يعني إحنا كنا قبل غزو مليونين وربع كانت البلدية تشيل حوالي 3000 إلى 3500 طن باليوم الآن مليون تقريباً أو حتى أقل قاعدين نشيل حوالي بين 4500 إلى 5000 طن باليوم تدري ليش؟ من القهر اللي في العالم ما كانوا يكلون وقت الغزو الحين يكلون فأزادة القمامة لا مو بس يعني الأكل الفعب المشكلة أيضاً يمكن هاي نقطة يعني زين نقول عنها الناس خصوص الأخوان اللي عين يعني اللي راجعين سمع أن العراقين داشوا بيته فحتى أثاثها ما يشتهي يقطة صحيح لقيلنا وقالوا لي أخوان المراقبين أن مجموعة كبيرة من الأثاث متكودة بره حتى قال لي أحد المراقبين يقول لقيت أثاث يديد يقول لهم الحية شان وديتها بأتي يعني من كثر فعلاً غير مستخدم لكن نفسياً المواطن هذا أصبح ما يشتهي يعني البيت ولا يشتهي الأثاث ولا يشتهي أي شيء جاسو فلذلك الكميات ونوعية القمامة اللي موجودة نوعية فعلاً متعبة ومكلفة وقتاً وجوداً وثمينة في نفس الوقت وثمينة الأثاث وما الأثاث تشيلونها بشرعة دكتور براهيم ولا تخلونها لا هذه نحاول ننشيلها بس أنا ذكر ثمينة أنا قاعدت فقط ذكرتني لقيتنا ذهب بس طبعاً مو مقطوط عمداً يعني ظاهر مخشوش أو شيء بايقينة لقيتنا نشاء ما وخشي تشيس كبير من ذهب مخلفات النشاء أحد بالفعل أيه أحد العمال وهذا عامل يستحق المكافأة لقاه وشاله ويعاب إلى مدير الشركة ومدير الشركة يعاب طبعاً سلمنا إلى وزارة الداخلية للبحث عن أصحابه طيب أهم سؤالنا ما زال عالق الدواعيس المناطق بعض المناطق تجد أنه نضافة على الشارع الشارع يلمع لكن لذا شيء بالسكيك بالدواعيس تجد أنه كياس القمامة مكدسة ويقوم المواطنين حتى الآن دكتور بحرق هذه القمامة الأمر الذي طبعاً يسبب ريحه للمنطقة خاصة الجو حار هل في النية إن شاء الله إزالة هذه القمامة بالسرعة وهل هناك من رقابة على شركات النظافة التي تقوم بترك المخلفات هذه وهل البلدين إن شاء الله بيصدد استصدار تشريع وقانون يمنع حرق القمامة وهو يعني إحنا قاعدين ناشد الناس إنهم ما يحرقون ويعني نقول لهم حتى من خلال الأرقام التي أعطيهم أن يا جماعة إذا يمكن تراكم القمامة لأي سبب كان ما تم إزالتها لا تحرقونها لأنه فعلاً فيها إذى لهم وليجيرانهم وليكل منطقة اتصلوا حتى يمكن إزالتها بالتالي المتابعة لكني دخلتنا أيضاً يعني بالرقابة الرقابة شيء أساسي يعني قاعد نتكلم مو مثلاً رقابة على بناء بحيث أنه واحد بناية يقدر يروح له يشيك علىه يشوف المقاول قاعد يبني مضبوط الله صح قاعد نتكلم انتشار كل الكويت ما ممكن أن نكون متواجدين في كل لحظة في كل مكان وفي آن واحد وفي آن واحد مستحيل فاللي نبي أن المواطنين يشاركوننا في الرقابة شلون؟ إن مثلاً الشارع اللي هم فيه إذا لاحظوا أن المقاول مايي أو حتى مراقب البلدية مايي خلي يعني يقولنا معنا لا أثق بشبابنا لكن إذا كان هناك أحد منهم ما يقوم بواجبة خلنا نعرف خل تكون الرقابة من المواطنين أنفسهم على المقاول وعلى مراقب البلدية لأنه بالنهاية هم المستفيدين من العملية هذه وهم أصحاب الحق فيها كمواطنين فنرجو منهم أنهم معي يتأخرون في أن يعلموننا يقولون والله المنطقة هذي و الشارع هذي يعني مر المقاول أو مر المتعهد اللي يشيل وخلى والله الكود هذا شاله شوية أو شاله الشيء الخفيف وخلى الشيء الصعب أو أن مراقب البلدية مر يعني ما أهتم فينا أو ما أهتم في النظافة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله المناطق كلها إن شاء الله تكون نظيفة عما قريب بفضل جهودكم وبفضل يقضت المواطن الذي يقوم بالإبلاغ فورا عن كل تخلف أو تباطل من قبل العاملين كانوا من شركات النظافة أو المراقبين بس هل في تلفون معين أو في جهة معينة ممكن يلجأون لها الشكوى دكتور مثلا والله إحنا أعطينا تلفونات لإدارة العامة النظافة اللي عندنا في السالمية مع تحظيم الأرقام وعطيتم أيضا تلفون مكتبي لاتصال المباشر وعلننا الأرقام هذه وراح نكرر إعلانها مرة ثانية أيضا في إعلانات حتى نتأكد أن هناك حلقة وصل بين المواطن وبين البلدية لمتابعة الرقابة بالوجه الصحيح إذا ضمننا أن كل مواطنين يقومون بدورهم في الرقابة أعتقد حتى نقدر نقلص أدر المراقبين في الحالة ملاحظة بسيطة وردت من أخت مواطنك التي غيورة تقول إحنا الآن نعيش مرحلة النظافة والجمال وأنتوا في البلدية عندكم مشروع الكويت حرة جميلة تصور أو جميلة حرة تقول ما زالت بعض الشعارات التي كتبها الغزاء عاشا ويحيا ما نبني باسمه ما زالت موجودة وتملأ الشوارع وتملأ المحلات التجارية في بعض المناطق تركز الأخت على حوالي طبعا أنني تقول أن بعض المجمعات التجارية في حوالي بالسالمية بعض العمارات من الخلف ما زال عليها يحيى يعيش فلان فوين البلدية عن عملية إزالة الآثار التي لما أنا شوفها كمواطن أشعر الحقيقة بالغثيان أشعر بنوع من العدم الراحلة من ألقى اسم الشخص هذا موجود على الطوفة وين دوركم كبلدية من هذا الأمر وهل الشعور هذا هو اللي خلالنا نبتدي في مشروع الكويت حرة وجميلة نعم والحمد لله أن مجلس وزراء برعاسة سبو العهد تبنى والمشروع نعم وشاركت معنا جهات الدولة كلها المشروع هذا يهدف أن الآن بعد مرحلة تحرير يجب أن نزيل الآثار القبيحة التي تركها الاحتلال العراقي على الكويت والذي طبعا هم الناس يعيشون بالشعارات ويحاولون يعني ماذا يتشهدون عن نفسهم ولا يتشهدون عن الناس المهم أن هذه الآثار القبيحة لازم نزيلها بس نزيلها أيضا بنظام ونزيلها بتجميل ولازم نزيلها مو كمشروع حكومي رسمي بمناقصة نزيلها أيضا بسواعد الكويتين وبسواعد المتطوعين هذه كانت الفكرة أن هذا الجهد يتم جهد متكامل جهد يهدف إلى تجميل المدينة فوضعت خطط منها صبغ الشعارات هذه منها إزالة الجداريات منها أيضا وضع رسومات من الفناني الكويتيين اللي يتعبر عن الحرية وعن الجمال في الكويت هذه كلها موجودة ضمن خطط تحتاج طبعا إلى وقت تنفيذ لأنه مثل ما تفضلت هذه الأشياء مو بس موجودة بحولي موجودة في كل مكان حتى في الشاليهات من أغسل جنوب إلى أغسل أي لوح أي طوفة على أشعار نكتب على أشعار أي ناس ظهروا لما عندهم شغل قاية يكتبون فالمنطقة كلها فيها لذلك يعني العمل الكبير فتحنا مراكز للتطوع أعتقد 24 مركز في الجمعيات التعاونية ترى عليها سؤال الدكتور غضية التطوع وايدي يقولون من يتطوع ومن عندنا يتطوع والله إحنا اتفقنا مع الأخوان في الجمعيات التعاونية في كل جمعية التعاونية وضعنا مثل كشك أو طاولة مكتوبة على مشروع الكويت حرة وجميلة وفي مسؤول هناك شخص موجود يسجل أسماء المتطوعين في المنطقة ويمعهم كمجموعات البلدية توفر لهم الصبغ والفرش والأي يعني معاصلات أي شيء يحتاجون لها يتوفر لهم هذا الشيء ويتابعهم وأيضا يكون تعاون مع الفنانين برسومات اللي يسووها وأن الفنان يشرف على إذا في لوحة معينة في مكان معين يسوي اللوحة والشباب هم اللي يخططها وشباب يصبغونها وبلا أنه شفنا يمكن في بعض المناطق بدأت تظهر الآن هذه آثارها فهذا مشروع ممتد نعم نحن ما نتوقع أنه يخلص بسبوع ولا شهر ولا شهرين لأنه مشروع شبير ويغطي كل الكويت وإن شاء الله يعني نأمل مع متوان القمة الخليجي راح يكون في نلقى ويهي الكويت الجميل مرة ثانية إن شاء الله يعني عزيز المشاهد أنت أيضا مطالب بإمكان الشيء للقوط الصبغ وبروش وكلمة عاشد خل تحولها إلى نحاشة فهذا يتصور تركب على اللي صار وحصل والنحشة اللي صار لا بس يعني يطلب أنه مو كل مواطن نسويها بإجتهاء الشخص ولا راح تطلع الطوف مرقعة ويطلع أيضا مرة ثانية آثار يعني إنه يكون يعمل بضعام ضمن مجموعات حتى نعرف حتى اختيار العلوان طريقة الصبغ إلى آخره فما راح يكل واحد يتحمس ويأخذ ملاحظة بسيطة دكتور يتعليها خلال عملية تنظيف الشوارع قلت لك الناس هذه السيارة لننظف الشارع هذه برأيه ما تننظف هذه تشيل الوسخ من عند الرصيف وتحولها على السيارات اللي ماشية فلما تجد السيارة تجد حتى أحيانا تمنع الرؤية فما في حل يعني أنها بطريقة أخرى فعلا لاحظتها دكتور أنا لاحظتها يعني اللي تفتر هذه تشيل التراب من الرصيف وتحولها وين على الرصيف الآخرة وعلى السيارات اللي مرة فيريت مجرد ملاحظة دكتور يمكن إن شاء الله تأخذ بعلا اعتبار من قبلك إن شاء الله مع أنه طبعا مو هذا المفروض تسويه المكينة المفروضة هي يعني تأخذ مثل المكنسة اللي في البيت تشفط تشفط تتمع بالأحيان ما تكون مضبطة مضبوط فيمكن تطلع جزء كبير من الغبار برا تهرب تهرب نعم دكتور ودنا نتكلم عن الشابرة أنا شايفك حاط ملاحظة هذه شابرة الخضار فهل فيه كلام عليها مثلا والله إحنا يعني البلدية طبعا جهاز متشعب ولها عدة اخصاصات لكن الاخصاصات اللي عليها تركيز في البداية من بعد التحرير مباشرة الاختصاصات اللي لها علاقة بالمواطن علاقة مباشرة فنتكلم عن نظافة لأن النظافة طبعا غير أنه وجه حضاري ومطلب حضاري للأفراد والأسر وكذا لكن أيضا منعا للأوبئة والأمراض شيء ثاني أيضا اللي يمس المواطن هو أسواق الخضار وسوق السمج يعني هذه الأشياء اليومية اللي المواطن يحتك فيها فبدأنا في محاولة تنظيم أسواق الشبرة طبعا مثل ما لاحظ المواطن في البداية في فوضة أي واحد يقعد يبيعون خضار على قمصان على بيبسي على قواطي أي شيء يعني تغيرت ما حبه من أول يوم أني نوقف شيئا لأنه كانت فيها أيضا خدمة المواطن والمواطن متعطش إلى خصوصا الأخوان المرابطين يعني محتاج إلى كل شيء الجمعيات ما كانت بدأت تشتغل بعدها فمحتاج يشتري بيبسي محتاج يشتري غمصان محتاج يشتري من شفرة قبل فبالفعل فلازم يروح يجب فخلينا النشاط هذا يستمر لفترة إلى أن تنظم الجمعيات بدأت ننظم جهة ثانية للأعمال أو للإعتخصات هذه ونركز على الشبرة للخضار فبدأنا الآن نطبق فيها نظافة بدأنا ننظم البسطات فيها بدأنا ننظم أيضا سعرات البرادات التي ونتنزل يكون في مراقبة البلدية موجودين فأعتقد الإنسان الذي يزور الشبرة هاليومين يلقاها شوية مختلفة وخلال الأسبوع سيقعهم مختلفة أكثر لأن سيصير في ضوابط على دخول الباعة الثانين لأي سعراتهم سنحرك ونشيلهم من الشبرة ونخليهم في مكان سوق الماء على ذكر البسطات دكتور ألا تلاحظ أن منظر البسطات في الشوارع كل شارع تجد لك بسطة وفي كل براح تجد لك بسطة وفيها من البضائع ما تدري إذا كانت صالحة أم تالفة وأسعارها تجدها أغلى من أسعار الجمعيات فما دور البلدية بعملية المراقبة على هذه البسطات المنتشرة واللي منظرها الحقيقة منظرها الآن غير حضاري صراحة للكويت لا صحيح في وقتك في البداية خضينا النظر للحاجة الآن أصبحت طبعا ما في أذر لا للمواطن اللي يبيع أو المقيم اللي يبيع ولا للمشتري حلات تجارية كل أماكن هذه متوفرة فالآن طبعا الأساس هو المنع يمكن لازال في باع متجولين هنا وقاعدين بسطين في الشوارع لكن هن رح يخلفون رح تم حسب القانون مصادرة بضايعهم لازلنا الآن نعتبر أنفسنا في مرحة انتقالية فقلنا هذول اللي يبيعون في بسطات في الشوارع وفرناهم سوق اللي معه شقلناك اليوم مو بس يوم يمع وقلنا لهم تعال جماعة ديشو بنظام لأن بعضهم يقولون نحن والله استثمرنا شرينا وانا يترسنا غراض نبين صرفه ما يخالف تعالوا صرفوه داخل سور سوق اليمع سوق شقارك اليوم صبح واصر طول أيام اسبوع خلناهم الآن منظمينهم في هذا المكان فأي باع متجولين في أوامر مشددة بمخالفتهم مصادرة البضايع اللي عندهم يعني فعلا في أوامر صارم يعني ما فيها اذنك خشمك عمي خال يعني لا ينشاء لا بد من الشدة في الأمور لأن الكويت نبيع جميلة حقيقة ممكن الأمور هذه لا سمن عندنا الآن الإعلام الغربي موجود في كل مكان ممكن ينقل الصورة هذه بشكل يسيء إلى الكويت وسمعة الكويت ونحن هذا طبعا ما نبيع دائما سمعة الكويت إن شاء الله دائما سمعة ناصعة في الخارج وفي الداخل إن شاء الله ملاحظة بسيطة من أخوانك سكان منطقة سلوة تحديدا القطع 10 9 11 يقولون سلوة النظافة فيها على ناس وناس يعني بعض القطع تجدها جميلة وناصعة والقطع الأخرى اللي هي مثلا واحد واثنين ثلاث القمامة متكدسة فيها لأسباب يعلمها يعرفها السلوة وإحنا نعرفها بس ما بدنا نقولها ما رأيكم كوزير الدولة لشؤون البلدية في هذا الكلام يعني هذا الكلام زين لأن قبل شام يوم كان السلوة كلها فيها قمامة زين في نقلة بسبب إن فعلا السلوة ورميثية وصباح السالم هاي ثلاث مناطق شلناها من المقاول اللي كان بالسابق وعطناها لمقاول آخر من واحد ستة دش المقاول يديد دخل المقاول يديد وبدأ يشتغل بالتسلسل وهو ماشي بس هذا نسي قطع واحدة اثنين ثلاثة لا الآن ماشي بدأ من قطع عشرة ونازل بدأ من قطع يعني من قطع وهو ماشي أنا لا أعطي الأرقام حتى أقولها إذا هم يقولون هالأرقام إذا هاللي حاصل فهذه علامة زينا أن القطع اللي هماشي فيها قاعد ينظف فيها وراح يوصلهم رح يوصلهم ممكن خلال اليومين ثلاثة يام الكثير أتوقع إن شاء الله يوصلهم ونفس الوقت من باشر عقب باشر رح يبتدي يدخل بجزء من عماله ومعداته إلى صباح السالم ويشتغل عليها أيضا لأن أيضا صباح السالم فيها مشكلة أيضا لحمدي أيضا الجماعة يشتكون لنا القمامة متكدسة الجماعة بخيطان فإن شاء الله شكوا هذي يكون لها حال قريب دكتور إن شاء الله ونأمل بجهودهم لأن الحقيقة أيضا ودنا صراحة نتني على جهودكم يعني الآن المواطن يطلع يطل من الدريشة الصبح يجد عامل النظافة بالشارع قبل تلجد القمامة متكدسة لكن إن شاء الله ما علي يام الأمور إن شاء الله تكون طيبة بجهودكم وبجهود المخلصين لو فياء من أهل الوطن الحبيب إن شاء الله إن شاء الله الله قدروا جميع ما مدى صحة القرار قراركم بتسكير المحلات في السكن الخاص من واحد سبعة كثير من الأسئلة وردت حول هذا القرار نبين عرف فحوا هذا القرار هذا طبعا قرار على فكرة كان متخذ على عدة سنوات متخذ من درجة شئول بلدية متخذ من الوزراء السابقين لأنها يخالف النظام يعني مناطق السكنية مناطق السكنية الآن في جمعيات وفي فروع الجمعيات هي تقوم بدور توفير الخدمة المباشرة لسكان المنطقة نعم أما أن كل واحد يأخذ له قراج ويحوله إلى دكان ويأجرى على أي واحد يبيه لأي نشاط هذا الصراحة يعني المفروض أنه ما يستمر والفعل تخذت عدة قرارات ويتم تعجيلها وترحيلها آخر قرارة وآخر انذار نهائي كان انتهى في شهر عشرة نعم فالآن نحن كل يأيين يسوي نطبق هذا القرار خصوصا أن الآن ظروف مؤاتية لتطبيقه لأنه أول شيء ما فيه مستأجرين وبالتالي ما يقدر يتعذر صاح البيت يقول أنا والله عندي مستأجر ما يقدر أطلعه نعم لأن أصلا هو مخالف نعم الشيء الثاني أنه فيه محلات تجارية كثيرة موجودة نعم اللي يبي يسوي له شغلة تجارية يروح يأجر نعم وموجودة ومتوفرة وغير مكلفة نعم فأصبح ما في داعي لوضع محلات تجارية داخل المناطق السكنية بما قد تسببه من آثار اجتماعية سيئة وخطرة بعض الأحيان نعم وآثار أمنية أيضا سيئة وخطرة على المنطقة من تجمعات نعم فهذه كلها الآن قاعد نطلع أعلانات أيضا في التلفزيون في الجرائد نعم بأن من واحس سبعة رح يتم تسكير كل مناطق هذه مخالفة صاحب البيت نعم وصاحب المحل نعم اللي يستخدم اللي يستأجر هذا المحل نعم فأرجو من أخواننا المواطنين أن يتعاونوا معنا نعم في تطبيق القانون نعم عزيز المشاهد لازلنا وياك على الهواء مباشرة من ستوديو وميوستين من تلزون الكويت وضيفنا على الهواء هو الدكتور إبراهيم ماجد شاهين وزير الدولة للشؤون البلدية دكتور إبراهيم أحد الأصدقاء أكلمني من منطقة كيفان يقول مدة ثلاثة أيام شاف جارة عنده وانيت ساحب لبقرة ميته من القطع ثلاثة لمن القطع أربعة وكوده بالبراح لجدان بيتهم فيوم تقص عن مصدر البقرة وجد أنه أحد الأخوان فيه من سكان كيفان عنده جاخور في بيته أو في الحديقة اللي ينبيته ما حكاية الجواخير في المناطق وألا ترانها يعني منظرها غير مناسب ومؤذي للصحة في نفس الوقت وما دوركم كبلدية الكويت بهذا الصدد يو الله أنا معاك يعني مؤذية مؤذية لصح البيت مؤذية لأيالة مؤذية للجيران وهذا أهم شيء يعني الإنسان اللي ما يقدر جارة يعني هذه مشكلة ومو هذه عاداتنا نفروض تكون خلال فترة احتلال طلعت الهوايات أو العادات أين وطبعا نبعث من الحاجة صحيح اللي يربي لخرفان ديائي البقر وعيالنا تعودوا على ديائي والبيض وكان تأدي غرض وتأدي وتقتل الفراغ نفسه بالضبط لكن الآن أعتقد تغيرت الظروف يعني الواحد إذا عنده داخل بيت تحديقة يبي يحط فيها خروف أو ديائي يخالف لا في مشكلة هذا شيء خاص له مع أنه لازم يراي أيضا الروائح نعم لكن وهي يعني للمرحلة هذه المفروض لكن أنه ياخذ رصيف وياخذ الساحة ويحولها إلى يواخير يحولها إلى يواخير حتى الحدائق العام ما حولوها إلى جواخير بالضبط وهذا اللي حصل فطبعا هذا يعني أساسا هو مخالف للاستخدام مخالف للعرف مخالف لحق الجار على الجار هذه كلها يعني مخالف للنظام القانون فأيضا ناشد المواطنين يعني السلطة موجودة عند البلدية وتقدر تروح للبلدية وتكسر الأسوار وتصادر الحيوانات لكن مو هذا الأسلوب اللي تعودنا عليه اللي نرجو من أخوان المواطنين قاعد ناشدهم لصالحهم لصالح جيرانهم لصالح المنطقة لصالح الكويت صالح مثل ما تفضلت الوجه الحضار الكويت خلاص انتهى الغلاظ من هذا الشي خلي تصرف يعني يعني خلنقول على العيد اللي عندهم ربي خرفان خليضحي فيهم أو بقرة أو إلى أن يعني ينظف المكان حتى ترجع الساحات للأطفال حتى ترجع الحدائق للعائلات حتى ترجع الأرصفة للمشات ما نخليها للبقر والخرفان والدياي في ملاحظة دكتور ألا تعتقد أن سبب نقل الجواخير إلى المنازل هو بسبب الغزو اللي هي على منطقة الجواخير الإصلابية والمناطق الأخرى لحد الأخوان يقول أنا عندي جاخور بعد التحرير رح رديت أعدت بناء الجاخور بالشينكو فهي الثاني يوم لقيت الشينكو مبيوغ يعني ما في شي والناس خاف تروح هناك يقولون سألناهم الحقيقة قلت لأشي حط الأغنام عندك في البيت قال والله أنا حتى الآن أشك أنه المناطق هذه اللي فيها الجواخير اللي فيها الغام فما دوركم كبلدية لتنظيف المنطقة هذه وتقولون المواطن تفضل أخو شيل أغنامك من الفريج ودهم إلى الجاخور اللي أنت تم تلك في الإصلابية أو في تشبد أو في أي مناطق أخرى والله إحنا يعني كأراقب المنطقة اللي في الإصلابية والمناطق الثانية اللي فيها يواخير عادة ومع الأسف يعني أنا معاك في أن يمكن المنطقة ما فيها حياة مثل السابق لكن الشخص اللي أصلا كان عنده أخوره وعنده ساحة وعنده حوط يقدر يحط فيها حارس لأنه ما أخذ الموضوع هذا موضوع تجاري يعني هذه ما كانت تعطى إلا الأشخاص اللي تاجرون بالمواشي لأنهم عادة معين فهذا شخص بما أنه يتاجر عنده المقدر أن يحط له حارس وحط له مكينة كهرباء ويعني خلاص يتابع أموره يعني بنفسه ويتحمل المسؤولية لكن المنطقة ترى فيها حركة وفيها حركة حتى من ناس يعني الآن البلدية وهذا أيضا فرصة حتى أقول فيها ناس مخالفين قال يبنون يواخير الآن نعم وقاعدة البلدية تعطيهم انذارات تمهيدا لهدمها وزالتها لأنه ما نبي ترجع القصة السابقة أن كل واحد يبوضع اليد وناس يعني ما ندري مين يأو ولا عندهم هويات ولا عندهم جنسيات أو جوازات ويعني هذا بضع خطر ما نبي أن أيدا مرتفع لابد فأيضا لهؤلاء الأشخاص نقول أن أعمالهم هذه مخالفة راحوا البلدية رصدوهم سجلوهم وعطوهم انذارات وراح يعني نضطر أن نزيل إزالة بسلطة القانون ما مدى رقبتكم دكتور على المطاعم الحقيقة الشيء المقزز صراحة أنه المطاعم وضعها من الناحية الصحية جدا يضيق الخلق صراحة يعني تدخل أحد المطاعم وانا دخلت مطاعم بحوالي وجدت العامل اللي يحطه سندوشة يلعب بعدين يأخذ الفلاف اللي يحطه الطماط ويعطيك حتى ملابس لتسوس المطلوبة وصخ في كل مكان في روقة المطعم وراء المطعم جدام المطعم اللي يشتغل المريول اللابسة قدر فالناس صارت تشمع تقول وين البلدية وبعدين الأسعار مضاعفة طيب أنت يا أخي اللي تأخذ على الصمون اللي بمئة فلس أربعمائة فلس حط لك يا أخي تسوس لبس هذا العامل شعر على مهني فما دوركم دكتور في الأمر هذا طبعا هذه مسئلة البلدية الأغذية مراقبة الأغذية مراقبة الرخص المطاعم والمحلات وفي قاعدتي مع زملائي في البلدية المسؤولين وأيضا حتى على مستوى المراكز في المناطق حرصنا عليهم الآن هم بعدين في إصدار نماذج المخالفات اللي هو الضبطية القضائية بالضبط الآن نصدر لهم الدفاتر للضبطية بحيث أن تكون عندهم إمكانية تسكير المحلات فأيضا هذه فرصة حتى نوجه هذا الكلام إلى العاملين في المطاعم وإلى أصحاب المطاعم أن إذا ما تقيد بكل النظم بما فيها الفحص الطبي للعاملين وتكون عنده شهادة موجودة إذا ما شاف هالمراقب موجودة عنده إذا ما شاف حتى البطاقات للأشخاص الموجودين يشتغلون إذا ما شاف متطلبات النظافة اللي ذكرتها في كل مطعم أو بقالة أو قصاب ما شاف عندهم هذه المتطلبات حسب الضبطية القضائية راح نسكر المحلات هذه وتسحب الرخص نعم مثل ما قلت لك إحنا مرينا في مرحلة انتقالية كان في حاجة وضغط شديد نعم اضطرت البادية أنها تغض النظر لفترة بسبب احتياج الآن خلاص بدأت الأمور ترجع احتياجية فمرة ثانية يعني أنا قاعد أناشد وايدي ممكن نخلالها البرنامج لكن مضطرين أنا مرايي ملاحظة دكتور بعض الناس المناشدة ما تنفى معهم صراحة إذا ما تيله وترصم مخالفة عدلة ما تكون 100 تكون 500 لأن هذا قاعد يبيع بسعار خيالية فإذا ما ترصم مخالفة عدلة قضية هيك وماش عارف إيش واليوم 50 وباشر مخالفة هذا الحشي ما يبشي صراحة إحنا نبي الآن في مرحلة يجب أنه كن فيكون غرامة 500 دينار ثق أنه من باشر اللي عندهم مش يصنون شحللاتهم وقلبسون سوسهم ولا عبر مصير مضيفة إنما قضية المناشدة تلوي المناشدة يقول يا عمي اليوم مناشدة بكرة مناشدة بعد مناشدة والعملية تصير علىها لما جرى والقضية تظل على مام المرحوم ليش مناشدة رصهم ليش ما ترصهم والله يعني إن شاء الله يعني يسمعونك يعني لأن يعني في النهاية هاي الخطوة وهذه السلطة اللي موجودة وهذه السلطة اللي راح نمارسها نعم فإن شاء الله يكونوا نسامعينك يشوفون لأن معظم قطوا تلفزينات المطاعم وما كنت شايفين زين ممتاز إذن يعني نرجو أنهم يعني يتقيدون لأن خلاص انتهت فترة يعني الموقتها والانتقالية والان رجعت الدولة بنظامها الصحيح السليم اللي يطبق على الجميع نعم دكتور قبل أن ندخل على الستوديو وعلى الهوى وجدت عندك ملاحظات طريفة جدا حط عليها خط أخضر من عدد العاملين فياريت أيضا نعطي فكرة عن عدد العامل عندكم ومدى التكدس الوظيفي للمشاهد الكريم والله أخي أحمد أنا يعني وشي طبعا أحب أكد بزملائي اللي يشتغلون في البادية في كل المجالات وفي كل الإدارات وأنا يعني معاهم حتى نساعد والأخوة في البادية قاموا بجهود جبارة نعم خلال فترة الاحتلال ومن بعد التحرير نعم وهم يشتغلون خاصة أخواننا اللي في النظافة يشتغلون شغل سبع تيام لسبوع ليل النهار نعم فلازم نشهد لهم هذا الشي نعم لكن اللي في البادية في مؤسسات الدولة كلها وهذه الآن فرصة للدولة ولمؤسساتها أن نتعيد النظر نعم في في الوظائف في عدد الموظفين وفي توزيع الوظائف نعم يعني عندنا إمكانيات كويتية أو جهود كويتية معطلة في وظائف غير منتجة نعم ونقص في وظائف أخرى انتاجية نعم يعني أنا قاعد أراجع بس توزيع نعم للأعمال يعني ألقى ستين مئة وستين كاتب ومئتين وثمانة وعشرين مساعد كاتب الكاتب عرفناه مساعد الكاتب شو سوي يعني هذي بس مثال للمسميات نعم اللي مو بس يعني هذي ما تخص البعذية نعم يعني هذي أنا متأكد موجودة في كل وزارات الدم نعم نعم الآن الفرصة إنه اللي كتبه هذول يعاد تدريبه نعم حتى يكون في موقع منتج يعني إحنا عندنا مئات أو ألوف من غير كويتين نعم اللي الآن خارج الكويت وما نتوقع أنهم بيرجعون نعم لأنهم يعني استقروا أو صادفتهم ظروف صعبة بالكويت ما رح يرجعون فخلال فترة الاحتلال يعني نعم فالآن المفروض أن ناخذ كويتين من هذه الفئات الغير منتجة ونحولها إلى فئات منتجة يعني هذي إعداد كبيرة أو كثيرة شامحة فارد مور عندكم دكتور مشاعق نعم عندنا 200 حفار 200 حفار أضو 200 حفار 260 مغسر مغسر يعني هذه إعداد يعني بينما أنا أعرف أن الشباب الكويتي متطوع خلال فترة الاحتلال كانوا بإعداد أقل بكثير نعم وكانوا يقومون بهذا الواجب الإنساني نعم هذه يعني فعلا أنت يعني يبت أرقام أنا ما أحب أحرج فيها تخصات معينة نعم لكن بالفعل أهيئة من الهموم ولكن أيضا من الفرص أن الآن في هذه الفترة الانتقالية أن البلدية والوزارات الثانية تقوم بعدد توزيع الوظائف أو عدد تدريب الوظافيين نعم عزيز المشاهد أنا قبل شوي سوي شدي فالأخ المخرج يقولي الوقت خلص وأنا أقول لأنا بننتهي ساح 11 عندنا شام دقيقة دكتور بس أنت ملاحظ معين أن الأسلل عندنا كثيرة جدا وبحاجة إلى إن شاء الله لقاء آخر دكتور لأنها كثيرة فعلا هل توعدنا وإحنا على الهوى أنه إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر لعمل حديث والرد على الأسلل المتبقية أنت ستني هالمرة بس ما بيحط عليه شهود من المرة القادمة خلنا أمر إن شاء الله أن نلتقي بعد ما نتخطى مرحلة ثانية نعم إن شاء الله طيب فيه سؤال من أخوان المواطنين اللي ثمنت منازلهم قبل الغزو وقاموا بتسليم وثائق التملك للبلدية فصار الغزو فلا أخذوا فلوس التثمين ولا يملكون الآن وثائق التملك وراجعوا البلدية في إدارة نزع الملكية وشافوا أن الإدارة لا فيها حد ولا فيها حراس فكيف يتصرف هؤلاء هل يأخذون مبالغ التثمين أم يستردون أوراق وثائق التملك كنت أتكلم اليوم عن هذا الموضوع من الأخ مدير نزع الملكية هذه طبعا حقوق ناس خصوصا اللي صدرت فيهم القرارة للإستملاكات خلاص هذه أصبحوا قانونيا أملاكهم مستملكا قبل الدولة وصدرت في الجريدة الرسمية فأصبح مجرد إجراء صرف المبالغ وليتفقت مع الأخ مدير نزع الملكية نوجه كتاب إلى وزارة المالية بالاستحقاقات للأشخاص بإسمائهم حسب ما صدرت فيهم القرارات فأطمنهم أن حقوقهم محفوظة وأننا بصدد تحديد الأموال اللازمة لصرفها لهم السؤال الآخر من أصحاب المكاتب الهندسية الكويتين في الفترة الحالية هذه دكتور تجد أنه من الصعب أنه يعمل هذا الكويتي صاحب المكتب وهذا المكتب هو مصدر رئيسي لمعيشته ومعيشته أطفاله يسأل القانون البلدية يمنع هذا المواطن للعمل في أي قطاع آخر فهل هناك من استثناء إن شاء الله خصوصا في الفترة الحالية للسماح لهذا الموضف المهندس للكويت العمل في وزارة المال والعصر يشتغل مكتبة رئيسي ما تسير الأمور إن شاء الله طبيعية طبعا أنا ما أملك القرار بالاستثناء لأن هناك لجنة مزاولة المهنة بين لجنة شؤون البلدية وبين بلدية الكويت وبين جمعية المهندسين لكن رأيه شخصي كمهندس وكمواطن وأيضا كمسؤول أعتقد أن الآن في ضغط وفي حاجة إلا المهندسين الكويتين ولكفاة الكويتية فما أشوف يمنع أن المهندس الكويت يأخذ فرصته في عمله كموظف الصبح وإذا كان ما يشتغل العصر ما في شيء يمنع أن يشتغل في مكتب هندسي وأن تكون لرخصة أن يعمل في هذا المكتب حتى فعلا نوصل إلى تكويت قطاع المكاتب الهندسية وحتى شركات المقاولات نتكلم أريك دكتور ولو بعجالة عن الإطفاء يقال أنه سيتم تحويل كادر الإطفاء إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية ما مدى الصحة هذا الخبر وهل في نيتكم كوزير للدولة الشؤون البلدية مكافأة أخوانك للإطفاءين اللي اشتغلوا خلال فترة لزمة وأدوا الحقيقة عمل مشرف جداً طبعاً الإدارة العامة للإطفاء لها قانون هي جهة مؤسسة من قائمة من فصلة منحقة بوزير الدولة الشؤون البلدية لكنها بالحقيقة هي جهة مستقلة وما في أي تغيير على قانونها وهي قائمة لها مدير عام بذرجة وكيل وزارة ولها مساعدين من نواب بدرجة وكلاً مساعدين فيقوم بدورهم كجهة مفصلة هي أيضاً بحجمها وبأعمالها وبطاقاتها وموظفينها جهاز ضخم وكبير وإدي دورها وأنا معاك يعني أن الإطفاء رجال الإطفاء قاموا بدور فعلاً مشرف وجبار خلال فترة الاحتلال قاموا بإطفاء أكثر من 2000 حالة خلال فترة الاحتلال مع كله ظروف صعبة استشهدوا أفراد من الإطفاء بقتل متعمد من قبل القوات العراقية بينهم يقومون بواجبهم رجال الإطفاء فعلاً قاموا مثل ما قلت بكل رجولة مع نقص المعدات بسبب زرقتها مع نقص المراكز ما قلنا كان فيه 32 مركز صفوا على 12 مركز عاليات صفوا على أقل من 100 شوية عالية من أصل 400 وشوية لكن ضد كل الظروف الصعبة هذه وضد هذا التيار استطاعهم يقومون بواجبهم وأن يوفروا الحماية للمواطنين في كل المجالات يعني كانوا حتى اشتغلوا سواق يقولون نعم إذا عم الله خير يعني انتصروا فيهم يودوا ولدنا مريض نعم نعم في حالات المطاب نعم في كل الحالة ما كانوا بس يشتغلوا كأطفائيين كانوا يشتغلوا كل شيء نعم وكانوا يقومون فعلاً بدورهم وكانوا هم يصرفون نعم على أنفسهم للأكل للبنزين لكل الأمور هذه فهذه الرجال لازم يذكرون الرجال يشتغلوا وراء يعني ما كانوا في الصورة أمام أمام يعني الصحافة والإعلام وكذا ولكن قاموا بجهود جبارة وأشكرك أنك يعني تعطيهم الفرصة هذه حتى أذكروا دورهم المشرف وحتى نحييهم وآمن أن تتحن الفرصة لمكافآتهم المعنوية والمادية بما يستحقوا إن شاء الله عزيز المشاهد طبعا إلى الأخ حبيب معنا الهوى نتعرف على ضيفنا اليوم الأربعاء القادم إن شاء الله طبعا سيكون ضيفنا على الهوى يستضيف البرنامج في حلقة يوم الأربعاء نعش ستة واحد وتسعين وبعد نشرة الأخبار وزير الكهرباء والماء السيد أحمد محمد صالح العدساني للسؤال والاستفسار حول موضوع الكهرباء وأمور وزارة الكهرباء ستة اثنين نرحب أسئلتكم بعد البرنامج طيفنا وزير الكهرباء والماء السيد أحمد محمد صالح العدساني في حلقة يوم الأربعاء دكتور إبراهيم نرجع ونقول لنا الأسئلة كثيرة وإحنا ودنا طبعا هناك برامج أخرى في الطريق إن شاء الله يأيه بعد لقاءنا هذا ما ودنا نأخذ وقت غيرنا فهل من كلمة قصيرة في نهاية هذا اللقاء الشيق والممتع اللي مر بسرعة صراحة شكرا أخي أحمد وشانا أقدر البرنامج هذا وأرجو أن تكون هناك برامج وماثلة حتى تكون العلاقة والوصلة بين المواطن وبين المسؤول تصال مباشر ويمكن أيضا أخذ دقيقة أو دقيقتين بس أتكلم كمواطن وكمسؤول كوزير في الحكومة وكعضو في المجلس الوطني كعضو في المجلس الوطني تم تعينك مؤخرا مبروك على ذلك شكرا والله يقدرنا إن شاء الله على الخدمة في هذا المجال أيضا أحب أقول أن هناك هموم أساسية يجب لا نغفل عنها ككويتيين لازلنا يجب أن ننظر إلى موضوع الأمان من الخطر الخالج يعني الكويت تعرضت لهذا الاحتلال البغيض والله هيا ألها وسخر للكويتين من يساعدون في التحرر لكن قد لا تهيئ هذه الظروف لا سمح الله في المستقبل الأجهاء القادمة هذا أهم يجب أن لا نغفل عنه يجب أن دائما يكون أمامنا ويجب أن نركز عليه أيضا نجب نفكر في الأمن الداخلي السلاح موجود والحكومة دعت المقيمين قبل المواطن لتسليم السلاحة السلاح لا زل موجود عند الجميع لا أدري عن مدى التجاوب لكن لا زلت أرى السلاح متداول الموضوع ليس موضوع تجميع أسلحة كشكل هذا موضوع خطير ويجب أن يعالج بصرامة سمو العهد في حديثه مع الداخلية أشار إلى هذا الموضوع وأكد عليه الذي أرجو أن أيضا لا يغيب هذا الموضوع لأن هذا الجانب الآخر إذا كان النقطة الأولى تمثل الأمن الخارجي النقطة الثانية تمثل الأمن الداخلي الداخلي فالذي أرى أن هموم المواطن ونتكلم كمواطن مو مركزة على التنظير والنظريات والأشياء التي يمكن تصبح الترف مع الوقت المهم الآن لنا النقاط هذه الأمن الخارجي الأمن الداخلي وحب الوطن بالأساس وحب الوطن وعدد البناء هذه الظروف أرجو لا تغيب عن بالنا أن نفكر فيها للمستقبل لحق الأجيال القادمة وأن نتكاتف في هذه الظروف الصعبة ولا نعطي رسالة خاطئة إلى صدام حسين أو من شابه صدام حسين بأن المجتمع كويتي مجتمع متفكك لا يمنع أن كلنا عراء مختلفة هذا شي طبيعي والحمد لله أننا عندنا الحرية وعندنا الديمقراطية جبلنا الديمقراطية والأخذ والعطاء سواء كان لها مؤسسة رسمية أو ما لها مؤسسة رسمية فهي موجودة موجودة بيننا لكن ما لازم أن توصل إلى مرحلة أعطاء الصورة والرسالة الخاطئة إلى الخارج إلى من الأطماع في الكويت بأن هذا مجتمع وتفكك وأن هناك فصل ما بين الحكومة وبين السلطة وبين الشعب وبين الشعب بعض وبعض وبين فئات الشعب نعم هذه مسؤولية تاريخية على الجميع نعم سواء كان أشخاص لهم صوت إعلامي أو لهم صوت زعامة أو أين كانوا يعني مواقعهم هذه الآن مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤوليتهم ثم مسؤوليتهم أمام الأجيال القادمة في محاولة ترتيب البيت الكويتي لوضع الضمانات من الخطر الخارجي ومن الخطر الداخلي نعم دكتور إبراهيم نبي نعرف إجاب على سؤالنا هذا ولو بالثانية عندكم دوانية بالبلدية أو لا لا فيه لمراجعة الناس اللي ما أسألوا عندنا لا عندنا دوانية يومنا اثنين يومنا اثنين ساعة كم وين الصبح والعصر إلى الساعة تسعب الليلة البلدية عجل المشاهد في ختام هذا اللقاء نشكر ضيفنا على الهواء هذه الليلة وزير الدولة لشؤون البلدية لصراحته ولعصالته في الطرح ولحبه للوطن من خلال الكلام اللي قاله في رده على سؤالتنا دكتور إبراهيم مجد شاهين دكتور إن شاء الله ما نكون أثقلنا عليك وعجبتنا صراحتك لأن الوطن بحاجة لنا الصراحاء والمكاشفة طيبة من أجل إعلاء راية الوطن في ظل راية والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفده وسمو ولي عهد الأمين نشكرك دكتور وإن شاء الله تكون لنا لقاءة أخرى إن شاء الله شكرا شكرا عزيز المشاهد نلقاك يوم الأربعة بعد نسرة الأخبار وضيفنا على الهواء وزير الكهرباء والماء السيد أحمد محمد صالح العدساني شكرا ترجمة نانسي قنقر